اشتركوا في القناة الناديسنا اليوم مع المصدر الثاني للتشعيع وهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنة دي في هذا الكتاب مهارات التواصل في السنة النبوية يبين ابتداء ما اجمع عليه علماء الامة وفقهاؤها واصليوها ومحدسوها ومفسعوها وكل من يحتج او يؤخذ برائه من اهل العلم على حجية السنة النبوية وان طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل حيث يقول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واؤل الامر منكم فان تنازعتم في شيء فادوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويله ويقول سبحانه واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ويقول سبحانه قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فمن يعرض عن طاعة سيدنا رسول الله وعن سنة سيدنا رسول الله فلينتظر هذا الجزاء قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين ويقول سبحانه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أي حكم واصبروا إن الله مع الصبرين ويقول سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ويقول سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى عن ماذا عن طاعة سيدنا رسول الله التي طاعة لله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقول سبحانه ومن يطأ الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك عفيقا نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يرزقنا صحبته في الجنة صلى الله عليه وسلم ومن يطأ الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك عفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا أهلا لهذا الفضل ويقول سبحانه ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم ويقول سبحانه ومن يطأ الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ويقول سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ربنا سمعنا وأطعنا ربنا سمعنا وأطعنا ربنا سامعنا وأطعنا اللهم إن نشرك أن نحبك ونحب رسولك ونحب من أحبك ونحب من أحب رسولك نؤمن بأنك الحق وأن رسولك حق وأن قولك الحق وأن كتابك الحق فارزقنا حسن طاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما أسنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفعوا الله واستغفع لهم الرسول لو أجدوا الله توابا رحيما ويقولوا سبحانه وما آتاكم الرسول فاخذوه وما آتاكم عنهم فانتهوا ويقولوا سبحانه فلو أبك لا يؤمنون حتى يحكموك نص صيح في اتباع سيد رسول الله وانضر بحكمه فلو أبك لا يؤمنون فلو أبك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجع بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون له ملخعة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويقول سبحانه فليحظر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة في الدنيا وعذاب ألم في الآخر فليحظر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء بعد الله الصم البك الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عودون ويقول سبحانه ومن يعص الله واسوله فقد ضل ضلالا مبين ويقول سبحانه ومن يعص الله واسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ويقول سبحانه ومن يعص الله واسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا هل عصى أجل يبلغ الحديث عني وهو متكء على آركته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم عصول الله كما حرم الله وإنما حرم عصول الله كما حرم الله وإنما حرم عصول الله كما حرم الله يقول الإمام الشفعي رحمه الله لم اسمع احدا نسبه الناس او نسب نفسه الى العلم يخالف ان فاض الله عز وجل اتباع اما رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بان الله عز وجل لم يجعل لاحد بعده الا اتباعه ويقول الامام ابن حزم رحمه الله في اي قرآن وجد ان الزهر اربع عكعات وان المغرب ثلاث عكعات وان الذكوع على صفة كذا وان السجود على صفة كذا وبيان ما يوجد تنف في الصيام وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والابل والبقر ومقضاء الاعداد التي تأخذ في الزكاة وبيان اعمال الحج ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم وفي الصلاة صلوا كما اعطانون يصلي فكيف نصلي اذا لم نقتدي بصلاة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نحج ان لم نتعلم من هدي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نصوم وكيف نزكي إنها السنة النبوية المشرفة المتحرة التي نتبعها وهي المصدر الثاني للتشريع في عقيدتنا منزلتها بعد كتاب الله عز وجل وهي أصل راسخ في ديننا وفي حياتنا وفي معتقدنا نحبها حبنا لله ورسوله ونسأل الله أن يرزقنا حسن طاعته في الدنيا وشفاعة نبيه يوم القيامة إنه لي ذلك والقضو عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته